موسكو تريد الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية مع الدول الغربية والإبقاء على القنوات الدبلوماسية مفتوحة رغم طارد دبلوماسيها الكلام لنائب وزير الخارجية الروسي أليكسندر جروشكو دول أوروبية مثل فرنسا وملجيكا وهولندا وإيطاليا طردت عددا كبيرا من الدبلوماسيين الروس في الأيام الماضية جروشكو قال إن روسيا تعهدت بالرد على عملية الطرد وتعكف على تقييم قرارات الدول الأوروبية مضيفا أن موسكو تدعو إلى بقاء القنوات الدبلوماسية مفتوحة نائب وزير الخارجية الروسي أكد أيضا أن الدول الأوروبية التي تعطل عمل الدبلوماسيين الروس تضر في الآن نفسه بمصالحها الخاصة